لسهم كابليين معاكم فقرات نهارك سعيد وزي ما قلنا في البداية ما بين دعوة للعسيان المدني دع عليها العديد من الطيرات والكوة السياسية في مصر ورفضها البعض وما بين كمان مطالبة الطير الإسلامي بتشكيل حكومة اقتلافية ورفض المجلس العسكري لهذا الطلب فيه احداث كتيرة جدا بتاعته السلشارع المصري تالي عندنا تساؤلات كتير النهاردة حيشاركنا في الاجابة عليها دكتور هشام الشريفة الكاتب والمفكر صباح الخيئة دكتور اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك امبارا 11 فبراير كان فيه دعوة للعسيان المدني اعتقد ناس كتيرة جدا لبت الدعوة وناس كتيرة رفضتها رأيي حضرتك فيها ايه انا شخصية من الناس اللي هما ضد العسيان المدني من اول ملكي المدني دخلت المرادف بتاع العمل حتى قبل الثورة يعني انا مع مدرستي هي مدرسة الاصلاح والثورة من اجل الاصلاح وعيس الاصلاح والثورة من اجل المدانة الاصلاح والثورة من اجل التقدم الاصلاح والثورة من اجل النهضة ليس الثورة من أجل الهدم يعني رفضها خوفا على الوضع الاقتصادي المصر حضرتك في مدرسة هي مدرسة البنى والإضافة وفي مدرسة أخرى بتقولك إحنا نهد ليس والبعض منها بيقولك نهد علشان بعد كده نبني صح أنا من مدرسة البنى معرفش لغة الدم ما بفهمهاش ولغة الهدم ما بفهمهاش ولغة عدم احترام الدولة ومؤسسات الدولة ما بفهمهاش برضو حتى لو كنا في مرحلة تغيير يعني يجب أن احنا نحترم مؤسسات الدولة ونحترم العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن هي القضية بقى في مرحلة التغيير هي أي دولة احنا بنتكلم عليها دولة فيها أساسيات ناخد أمثلة بسيطة كده هناك قضاء يجب أن يحترم حد يقدر يقول ما نبارش نحترمه نعم احنا عايزين امن وامان ما هناك شرطة يجب أن احنا نحترمها بالطبع لازم من الشرطة دي تعمل الواجب عليه صح ولا لا هناك جيش جيش ده مسؤول عن الدفاع عن الوطن يجب أن احنا نحترمه هناك الآن بقى في برلمان منتخب مؤسسة صح؟ اتفقنا واختلفنا يجب أن احنا نحترم وتعطى لها الفرصة لو أي من هذه المؤسسات أو الحكم خرج عن خرج عن ما يراه المواطن بيس من شرعية من 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 بيس فما احنا نحتاج من حقنا أن احنا نصور من حقنا أن احنا نطلب التغيير لكن لو احنا في مراحل تغيير والكل أو الأغلبية اتفقوا على خريطة هذا التغيير فيجب أنها تحترم وتعطى لها الفرصة ليه؟ لأن تمن عدم كده تمن وغالي جدا يعني حضرتك هذا رقم بسيط هلك عارف حجم المصر سرته في خلال عام قدي يعني سمعنا مؤشرات كتيرة جدا حضرتك يقرب من ربعمائة مليار وأنا بدعو كليات الاقتصاد المرموقة في بلدنا أنها تكلف مجموعات تحت إشراف الأسد الكبار اللي عندنا ومراكز الأبحاث الكبيرة أن يطلعوا بشفافية على المجتمع حجم الخسائر المختلفة في القطاعات المختلفة واحد اتنين الطريق للمستقبل عشان نعرف نبني يعني مش معقولة كمان أنك تبص تلاقي بلد حضرتك ما فيهاش معلومات لا توجد معلومات سياسية ولا توجد معلومات اقتصادية ولا معلومات اقتماعية ولا معلومات وكل المعلومات اللي عنده معلومة حضرتها في الدرج وبيخبيها عن شعب في الآخر خالص شعب بيتخبط وعايش في ظلام وبيزداد هذا الظلام عايزين نخرج بقى عايزين نخرج من الكلام البعض ممكن يقول طب السنة اللي فاتت مصر في خلال 12 شهر خسرت ربعمائة مليار وما كانش فيه أي اعتصام أو ما كانش فيه أي يعني عصيان مدني ما كانش فيه ما امتنعش البعض عن العمل يعني اللي بينادوا بالعصيان المدني ده بيتوجوا مسيرة من الهدم واخدبالك رموزها حرق المجمع العلمي ورموزها اقتحام الأقسام ورموزها رديلك امثلة من علم ومن أمن عايزين نبني بقى كيف هي أنا يعني اللي شاغل الشارع مصري كمان في الفترة الأخيرة هو مطالبة الضيار الإسلامي أو يعني هنقول بالتحديد الإخوان المسلمين بتشكيل حكومة اقتلافية ورفضها تماما المجلس العسكري هل ده معناه مثلا في الفترة اللي جاية ممكن يشوف فيه صدام بين المجلس العسكري حضرتك احنا داخلين في مرحلة تغيير كويس وتغيير عما كل مصر تعرفه يعني قبل قبل الثورة الإخوان كان بيسموهم المحزورة وكانوا بيتم تتعاملوا معهم دلوقتي المحزورة بقى كل حاجة انتمل ما سمي النظامة الأسبق واخد بقى لك فيه حدية عايزين نحول الكلام ده ويا حضرتك إلى قبول الأخر إن احنا كلنا نتدي لوقتي نتق ألف لبنى مصر المستقبل حضرتك كويس ده عشان يتم لازم يبقى الأول فيه مصالحة مع نفس مصالحة أنا وحضرتك والآخرين كل من اختلف في الرأي لكن اتفق في حب مصر وعشق مصر كويس وعلينا ان احنا ننتفق دلوقتي هل هناك أغلبية عملية احنا قابلينها ولا مش قابلينها اذا قابلناها وانا مستعدنا لقبلها كويس لأنها لو هي بتبني المصر وهرفضها لو هي بتضر في مصر بنفس لغة حضرتك العسيان المدني زي ما قالت لك أنا ضد العسيان المدني أنا ضد كل واحد هيهد في مصر او هيهد في مؤسسة من مؤسسات مصر ومع كل واحد هيبني المصر وهيبني ايه في مؤسسة مؤسسة مصر طب عشان نعمل الكلام ده نعمل ايه احنا جايين من فرق مختلفة كويس سواء اخوان سواء سلفيين سواء كويس هقول احرار سواء وطنيين سواء سواء فرق مختلفة وجايز الاسامي ديت اسامي ايه لسه كمان هتنضج مع الزمن لأن محدش حدش حقيقة شاف اي حد من على الساحة دول على ارض الواقع يعني عمل ايه مين عمل ايه في كل دول ولا حد فهتلاقي ناس بتغير يعني بتغير مش عايز اقول بتغير جلدها لا بتغير توجهها حسب القدرة الحقيقية الاخرين الفرصة سانيحة دلوقتي للاغلبية الموجودة انها تقود مصر الى المستقبل شيء كويس انه بتلاقي اصوات كتيرة بترجع مصر للوسطية اللي احنا عارفينها مصر ايه وهناك اشوات قليلة سؤور يعني يخوفونا يعني بايس انه بتحاول تشد مصر الاتجاه يمين او اتجاه شمال او اتجاه ديني او اتجاه بتاعه بايس لن يكون هناك مجتمع للسؤور ده مصر ده مصر اللي احنا عارفينه مجتمع المصري ومجتمع وسطي مسالم فكل صقر عامل نفسه صقر بايس دلوقتي اخرته جاية بس هي قد ايه ها هو بيحاول يستفز باقي المجتمع رايس سواء استفزاز ده استفزاز ديني او استفزاز اقتصادي او استفزاز اجتماعي او استفزاز بقوة عسكرية او استفزاز ما كل واحد بيحاول ان هو ايه لكن المجتمع بالمنظر بالمنظر كمان بتاع مبارح انه هو بيقرب دلوقتي انه يرجع تاني لمراحل السكون عشان يرجع لمرحلة البناء مراحل المصالحة علشان لمرحلة ايه التقدم وإلا وهيستمر الاعتصامات وهيستمر الشارع محمد بحمود وخلافات وهنتحول الى نموذج اخر احنا مش عاوزينه بس هدريك قلت هتقبل اي شيء لو في مصلحة الوطن طب لو في مصلحة الوطن لا مش هتقبل اي شيء في مصلحة الوطن بل كل خير في مصلحة الوطن تقبل حكومة اقتلافية بيشكلها الطيار الاسلامي اللي هو متصدر اصلا حضرتك حضرتك يعني طب تصوري لو حد معاه اغلبية هتصوري هيستورد وزارة من برا هنستورد رئيس وزارة من برا يعني اي حد له اغلبية وفرحان بهذا ومش فرحان مش فرحان بتربة تشهر انتخابات صحيح فرحان بقرن كان ايه بينادي برسالة علشان يعمل حاج القضية في الاخر خالص ده مصري ولا مش مصري وطني ولا مش وطني وسطي ها ولا مش وسطي في كلام مشجع الواحد لازم يسمعه بكل عقل لكن بكل عقل لازم يبقى الواحد كمان حريص جدا في الدهاء والمكر والزكاء السياسي والالعيب السياسية في ان الوطن داي بانموذج اخر لعراق او ايران احنا هنرفضه والشرع موجوده من ده التحرير موجود بما ان احنا تكلمنا عن الوساطية وفي مؤشرات فعلا ابتدت تصهر مبارحة المتحدث الرئاسم في اسم جماعة الاخوان المسلمين دكتور محمود غزلان قال انه هما لسه بيصعوا وراء حلم الخلافة انه هما حيحاولوا تحقيق الحلم ده مهما طال الزمن دي مش وسطية تعليق حضرتك عليها دي مش وسطية خالص يعني فيه دلائل الشيء حضرتك التباين اللي بيحصل انه بتلاقي سيد الفاضل المرشد الاخوان بيطلع بيقول كلام مشجع جدا وبتلاقي حد زي الاخ اللي طلع بيقول كلام يعني غريب يعني كويس يعني احنا عم بيقى مع الدولة كويس ولا مع الخلافة والامارات الاسلامية المواقف الوطحة دي بتفرق ما بين سياسيين وطنيين اهي او ما بين ايه ناس عايزة تجر المنطقة والبلاد الى صراعات غير محسوبة يعني فمع كلام ده بمنتهى الوضوح انا برفضه رفض مطلق لكن مع بناء الدولة كويس ومع التآلف ومع المصلحة ومع كل واحد بيبني حتى لو كان ايه الاخوان المسلمين هم اللي بيقول اهلا بيهم كويس ليه لا لكن الاعتدال مطلوب وفي رسالات قوية على فكرة في الاعتدال يعني تلاقي لو قدت كده مساحات التصريحات طبعا ده بيتعمل باحتراف سياسي يعني واحد بيبني انه هو جديد وواحد بيبني انه هو ايه بيبيع ولا هو ما فيش توافق داخلهم يعني هيحصل انقسام ده شيء هم يعرفوه اكتر من اي حد تاني لكن الواحد بياخد برضو ايه بفرضية حسن النية انه فيه ستين سبعين في المئة من الرسال ما كانتش تطلع بجد كويس والمسئولية دلوقتي بتحتم على العقلاء في المجموع كويس انه يطمئنوا الوطن ومايدخروهوش كمان في ايه في شعارات او سياسات ايه اه او اه انزلاقات ممكن تضر بالوطن بامن الوطن الداخلي بامن الوطن القومي بامن الوطن الاقتصادي بلقمة العيش لل للانسان البسيط اللي عايز بالاخر حالس يجيب اكل للوادو وعايز يعلمهم وعايز ان هو يجوزهم وعايز يخليهم ايه اسعد حالا مطالب الاساس قضايا اللي مفروض الاخوان يبص ديها زي ما احدهم ذكر كمان من يومين بالزبط هي قضايا التعليم في الوطن ازاي مصر تطلع من المرتبة مية تسعة وعشرين من مية اربعة وثلاثين نبقى في احسن عشرة هل ده ممكن ممكن يتعملوا في خمسة وعشر سنة ازاي المواطن فايس وهم كان لهم دور حميد في هذا يتقبل العلاج في اصغر نجع وقرية في مصر بحيس مش مستوى العلاج الحالي حتى ازاي يبقى من احسن خمسة وعشرين في العالم ده بقى ايه ده دور وتحدي مطلوب ايه مش بس الاخبار تحسين مستوى المعيشة والثقافة بالضبط كده ازاي عبوبة البلتكاس تبقى متوفرة ازاي الغيف العيش يبقى متوفر النهاردة ازاي هنعمل ايه في الربعمائة مليار رد راحه طيب دكتور من الحاجات اللي ممكن تطمن الشعب المصري بشكل جير جدا هو الدستور وضع الدستور ولجنة الماء المطالبة بوضع الدستور او وضع قانون يعني مشروع دستور في الفترة القادمة هدوك تتمنى تشوف ايه في الدستور الجديد اول ما اتمنى ان انا اشوف الدستور اتمنى في ان انا اشوف مجموعة الماء انها تكون معبرة تعبير حقيقة على مصر مين اللي اختارها هقول لحرارتك حاجة يعني انا مستعد ان اتفقوا مين يختارها ما تفرقش معايا لكن في الاخر خالص التعبير الوطني عن وطن وعن افضل ما موجود في الوطن ممثلين لهم طبعا لان في ناس كثيرة كويس ان يبقوا في مجموعة الماء دول ويطلعوا دستور تفخر به الاجيال مايبقاش احد الدستير الاخرى للاغلبية المتسلطة لو دخلنا في القصة دي مرة اخرى هنخش في سنوات ظلام اخرى ويبغيرنا ديكتاتورية مبارح بيديكتاتورية جديدة كويس بتألف وبت يعني بتأيف بلغة الميري البلد لحسابها احنا عايزين دستور لكل الاجيال لكل الاطياف لكل الاديان لكل الطيارات وهو ده برضو يا دبتور هيعتمد على اختيار لجنة الماء بالضبط يا فنم يعني عايزين برضو طيار واحد هو بستغزينك فيه كلمات كانت مفقودة في خلال الساعة كتير من السنة اللي فاتت وقتلت انها ترجع ايو كلمة الرجد وكلمة الحكمة كويس وكلمة التعبير الحقيقي عن عشق وحب هذا الوطن الرجد والحكمة وعشق الوطن ومصلحته بيتطلب ان احنا نخرج عن ذاتيتنا نخرج عن مصالحنا البسيطة حتى لو كانت او الكبيرة حتى لو كانت مصالح سياسية يخرج عن الكرسي لان الكرسي بيزول لكن الوطن هو باقي ها دي كلمة كنت بقولها من 30 سنة من 20 سنة ومن 10 سنين ولا سنة اللي فاتت وهفضل اقولها لغاية لما موت كرسي هيروح لكنها هيبقى ايه هو وطن حضرتك ولاد حضرتك الاجيال اللي جاية كويس لازم انها تيجي وتقول انها تحترم جيل تحترم اجيال عمل التغيير حقيقي وثورة حقيقية للتقدم والرسالة بسيطة جدا هل احنا نأمل ان تكون مصر ان احسن 20-30 دولة في العالم كمان 15 سنة كمان 20 سنة لحضرتك هتشوف اتكلمت ولا هتكون هتنزل وتبقى نموذج اخر لصومال والعراء والايران في متاهات غير مرور الرشد والحكمة وعلى فكرة انا عايز اقول المجموعة اللي موجودة او اللي بتريد انها تظهر هناك بها كثير من الرشد والحكمة بس عليهم ان هم يخلوا بالهم من ايه من بيتهم ها ومن الشارع اللي هما فيه ومن الاصوات اللي هي عاملة نفسها سقور لاللوطة مش هيب الكرسي بيروح يا دكتور بس بياخد وقت طويل او يا لابن ما بيروح فتح باب الترشح لرياسة الجمهورية البعض بيرى ان امريكا مساندة لابو الفتوح وان الاخوان المسلمين او حزب الحرية والعدالة كمان بيقايد هذا الترشيح تفتكر حدوك في الفترة الجاي ابل فتوح ممكن يكون مناسب لرياسة الجمهورية حضرتك انا مش عايز اعلق على السؤال ده تحديدا لكن اعتقد هناك من الوطنيين اللي موجودين على الساحة كويس ان ممكن يكون قيادة قيادة كويسة لمصر هل هما مرشوين محتملين لرياسة الجمهورية فعلا يعني تقدموا للترشح لكن يعني كل الشواهد حضرتك كل حاجة كانت بتتطبخ في مصر حتى بتتكلمي برلمان بتتكلمي احزاب بتتكلمي كل بتتطبخ جوه جوه المطابخ هناك وجوه اخرى كثيرة تصلح عن تقود مصر لكن في الاخر خلص الاطار عندنا مش موجود زي بالظبط ما عندنا كانت 47 حزب لكن كانوا اطفال اصاد ممارسين زي محمد علي كليف معاهم القوة قوة وخبرة ودهاء ومعاهم ايضا قوة بمساندة لهم بتبرزهم على الساحة وبشير التانين فزي الاحزاب دي ما طلعتش مقابتش الاطار نفسه محتاج ان هو محتاج ان هو يبقى الاطار مختلف بس ده مش موضوعنا دلوقتي لان في حاجة على ارض الواقع سياسة تقولك تعاملي ايه حضرتك مع الواقع الاطار انت هايز انت تفتحي في 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 مارس عشرة مارس ايه ده بكرة وبعد بكرة اللي هو في عايز انت تجيب رئيسكم هري هل في اي حد ما جهزش نفسه ما لمعش نفسه ما حضرلوش تلاتين اربعين برنامج اعلامي وبتاق ما جابش ما صرفش فلوس ما 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 يعني انت عاد حضرتك يعني من المنشحين لعلان الترشيح مش هما بس الثلاثة اربعة الموجودين على تحت الادواء كويس في اكتر مكد لكن كل في حاجة مرتبطة بالتمويل ومرتبط بالتنظيم ومرتبط بالتاع الاطار بقى حضرتك المزبوط هو لنظم الفرص المتكافئة للأفراد زي ما كان المفروض ينظم الفرص المتكافئة للأحزاب انا بدعي اني ما كانش فيه فرص متكافئة للأحزاب لسه في فرص يكون في تدحفز شديد بس التاريخ هو اللي هنصفه مستقبلا هل هناك هيبقى فرص متكافئة للأفراد اللي جاب لا انا بجاب بك حنا لان كمم عندكش مقابلين تنظم قواعد رئيس الجمهورية التمويل بتاعه يجي منين التنظيم بتاعه يجي منين زي ما هي في الدول المتقدمة احنا في سنة اولى مش بس سنة اقوله ثورة احنا في سنة اقوله برضو ديمقراطية جديدة واختبال حضرتك هل الديمقراطية الجديدة دي هتوصل بعد 20 سنة الى التكافؤ يعبر حقيقيا عن كل طيارات المجتمع ولا خلاص الطيار الاسلامي واخدها ما باقي الضهر هل الديمقراطية جديدة هتستطيع انها تفرس رؤساء الجمهوريات يعبرون حقيقة عن المجتمع زي ما حضرتك الدول التي سبقتنا امريكا اوروبا في اي حتة في قواعي منظمة لهذا يعني ده سؤال كلنا حيرانين في اجابته بس سؤال حضرتك انا مش هجواب على حضرتك في رفض طبعا رفض لكلمة ان في حد اجنبي بيساند مرشح طبعا الاجانب طبعا مش قاعدين بيتفراجوا على مصر يعني وده في كلام كتير يعني مش لازم مش لازم نقوله النهاردة طب الرئيس الجاية دكتور اهم مواصفاته مفروض تكون ايه ان يكون وطني مصري معبر عن كل الشعب المصري قاعدين ان يكون حاسس بالجماهير انه يعرف يعني ايه فقير قاعدين واحتياجات الفقراء في مصر انه يساهم في تقدم الوطن وتحقيق التوازنات ما بين الوطن انه لا يبقى اخوانجي ولا يبقى وطني ولا يبقى ينتمي لعصر سابق ولا يبقى من الملائمين بس ينتمي الوطن وينتمي لكل ايه فرضي في هذا الوطن يكون يحافظ على امن وامان هذا الوطن يكون يحافظ على تقدم الوطن والاسراع بتقدم الوطن كلمة الاسراع بالتنمية كلمة في غاية الاهمية التنمية الاقتصادية التنمية يحافظ على أمن وأمان هذا الوطن وحدودها وأمن القومي يعني ما يجرش البلد في حروب أخرى وما يسمحش لآخرين حروب أخرى يحافظ على أكتر ضعيف في هذه البلد وعلى أضعف صوت في هذا البلد على أفقر إنسان في هذا البلد لا يتحيز إلى فئة فقط أغنياء ضد فقراء أو فقراء ضد أغنياء لا يتحيز لصوت ديني في اتجاه ضد آخر يكون متوازن يتكون مفتوح القلب يستطيع إنه هو يسعد المصريين ده رئيس نساني يعني يا رب نشوفه سيطر الإسلاميين على مجلس الشعب وسيطروا على معظم لجان مجلس الشعب تفتكر حضرتك المجلس ده هينجح أنا عايز أقول حضرتك بس حاجة لما نقول أنت سيطر الإسلاميين وإحنا مش إسلاميين أكيد طيار الإسلام لكن حضرتك الإسلام السياسي سيطر أنا بقول أنا مع الأصوات إن إحنا لازم ندالهم فرصة هم دول مصريين ولا مش مصريين وطنيين ولا مش وطنيين لهم فكر ولهم إيه إطار إذا كان ده للبنى والتقدم أهلا بيه إذا كان ده للتقالف والمحبة واحتضان الوطن أهلا برضو أهلا بيه لكن ده إذا كان ده لدعوة متطرفة يمينا أو شمالا أنا أفضل ضده كل البلد هدقوا في ضده ومنهم هيقوا في ضده يعني أنت شوفت أخي شباب الإخوان لما اختلف مع قيادات الإخوان عدة مرات صحيح صحيح في الأصل مسالمين في الأصل في الأصل كل الزواهر اللي احنا شايفينها ديه ديه ظواهر واريدة عليه عشان كده الرفض المطلق عشان كده الاحتياج لقيادة حقيقية سياسية اقتصادية اجتماعية في غاية الأهمية لأن الدور ده حتى الأحزاب الحالية بيبقى فيهم من طيار الإسلامي ما حدش لسه ملاء خلينا نقايمهم كسياسيين مش كطيار إسلامي دكتور شايم اللي شريفة كاتب والمفكر بشكر حليك جدا على وجودات معينا النهاردة أهلا بحداتك مشاهدين أستنونا لسه معنا تقرير هنشوفه ونرجع نكمل فقراتنا في نهارك ساعة